في حاجة مشهورة من زمان اسمها دموع التمسيح ايه قصة دموع التمسيح الناس الزمان لاحظوا ان اثناء ما التمساح بياكل الفريسة بتاعته بيحصل ان هو بيذرف الدموع الناس لاحظوا كده يعني تمساح بياكل فريسة وبيذرف الدموع فالناس قدت هذا المثل على الشخص اللي هو زي ما تقول ايه عندنا في المثل في مصر يعني يقول لك ايه يقتل القتيل ويمشي في جناسته اخد بالك ايه يقتل القتيل ويمشي في جناسته هو بيمثل ان هو بيتباكى على الفريسة وفي اسناء ما هو بيأكلها ده التمساح بيعمل كده فالموضوع دوت بدأوا يدرسوا علميا حديثا بقى ويقولوا ايه الله ايه العلاقة طب ليه لاوا ان في مسببات هو ان التمسيح بيذرف الدموع عشان يرطب عينيه لما يتعرض لجو جاف شوية ما يكون خارج المية او يخسل كمية الماء الملح للتمسيح اللي بتعيش في مية ملحة وان ساعات مع الاكل ده بيدخل زي هوى كده في جيوب الانفية بتاعته بيستفز موضوع ان الدموع دي تفرز فعشان كده فعلا هم لقوا فعليا اه علميا ان هو بيذرف دموع وهو بيأكل فرز الموضوع دوت ساعات في ندرة من الناس يحصل ممكن بناحية مرضية لما يكون مثلا فيه اصابة في العصب السابع خاصة لو الاصابة دي نتيجة عملية او خبطة او ما شابه فبتعمل زي ما احنا بنقول كده بالبلدي عندنا ان السلوك دخلت في بعض ان العصب السابع بقى بيغزي عضلات المضغ وعضلات الوجه طبعا وبيغزي عضلات المضغ وكمان وهو بيغزي عضلات المضغ بدأ يدي بالخطأ يعني بعض الاعصاب للغدة الدمعية فاثناء ما هو بيمضغ بدأ ايه تبدأ الدموع بتنزل وديه في ندرة وزي ما قولنا بتبقى في حالات اصابية ما بعد التعافي من العصب السابع ده بس بالنسبة لايه قصة دموع التمسيح اشتركوا في القناة